يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة السابعة والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك لا زال حديثي بخصوصي الرجعة الصغرى لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام حينما حدثتكم عن الرجعتين عن الرجعة الكبرى والتي هي اليوم الثاني من أيام الله وعن الرجعة الصغرى والتي هي شأن من شؤون اليوم الأول من أيام الله الذي هو يوم القائم إنها لقطات عبر كلماتهم الشريفة لقطات من أجواء الرجعة الصغرى التي هي من شؤون مرحلة الظهور المهدوي مختصر البصائر إنه الكتاب الذي قرأت عليكم من في الحلقات المتقدمة في أصله لأحد أصحاب أئمتنا بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الأشعري القموي رضوان الله تعالى عليه اختصره أحد أعلام الشيعة من أعلامهم في القرن الثامن الهجري الحسن ابن سليمان الحلي وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثامنة والستين بعد الأربع مئة إنها خطبة من خطب أمير المؤمنين تعرف بخطبة المخزون أذهب إلى موطن الحاجة منها الخطبة طويلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبته يقول يا عجبا يا عجبا من هنا من هنا أطلقت على الرجعة الصغرى بأنها الرجعة العجيبة يا عجبا يا عجبا وإيه عجبا يا عجبا يا عجبا كل العجب كل العجب كل العجب بين جمادى ورجب الحديث عن جمادى الثانية يا عجبا يا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب بحسب الأحاديث بحسب الروايات ومن خلال القرائن الواضحة فإن رجبا هذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين إنه رجب العلامات ورجب العلامات يكون في سنة قمرية هجرية زوجية في بدايتها تبدأ حركة السفياني لكنها لا تكون واضحة إنما يتضح أمر السفياني جليا في رجب من تلك السنة في الأسبوع الأول في بدايات شهر رجب ورجب هذا هو رجب العلامات فإن السفيانية سيشخص حاله وكذلك اليماني سيشخص حاله والخراساني رجب العلامات فما بين أواخر جماد الثانية وبدايات شهر رجب تحدث هذه العلامة العلامة العجب لكنها ليست من العلامات الحتمية ونحن في ثقافة العترة نعلم علم اليقين من أن الوقائع التي هي بدرجة المعاد هي التي لن يؤثر قانون البداء عليها لأن الله لا يخلف المعاد أما الوقائع التي قد تكون في مستوى الوقائع الحتمية فإن قانون البداء يتطرق إليها ولكن بدرجة أضعف بدرجة أقل من الوقائع غير الحتمية السفياني علامة حتمية اليماني علامة حتمية الخراساني علامة حتمية وكل هذه العلائم ستتحقق في شهر رجب في رجب العلامات في سنة قمرية هجرية زوجية تكون سابقة لسنة فردية التي هي سنة الظهور فإن صيحة ستقع في شهر رمضان بعد شهر رجب العلامات حيث ينقضي شعبان ويأتينا شهر رمضان في فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان إنه يوم القدر وليلته السابقة هي ليلة القدر وبحسب الأحاديث سيكون يوم جمعة رجعة الأموات هي هذه التي يتحدث عنها أمير المؤمنين ويصفها بالعجب هذه الواقعة ستقع في النجف في مقبرة النجف يا عجبا يا عجبا كل العجب بين جماد ورجب فقال رجل يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه لا تزال تعجب منه أي أنك تؤكد هذا العجب تؤكده دائما تتحدث عنه دائما وهنا أيضا في كلامه ابتدأ قوله يا عجبا وبعد ذلك قال كل العجب بين جماد ورجب هذا المضمون كان يردده أمير المؤمنين كثيرا وأئمتنا كذلك لأنهم يريدون أن يثبتوا في أذهان الشيعة عقيدة الرجعة الصغرى فضلا عن عقيدة الرجعة الكبرى يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه فماذا قال قال ثكلت الآخر أمه يشير بالآخر إلى الذين لا يؤمنون بهذا الذي سيتحدث عنه أمير المؤمنين ثكلت الآخر أمه وأي عجب وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء هذا هو العجب أموات يخرجون من قبورهم لنصر لنصرة لنصرة إمام زماننا يضربون هامات الأحياء وأي عجب وأي حجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء فقال الرجل أن يكون ذلك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحب يقسم أمير المؤمنين هل يقسم لنا لكي نصدقه هذا منطق أعوج إنه يقسم لكي يلفت أنظارنا إلى أهمية هذا الموضوع والذي فلق الحبة وبرأ النسم كأني أنظر إليهم ينظر إلى الأموات كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوف هذا هو الذي قلته لكم في حلقة يوم أمس من أن الأحاديث أخبرتنا من أن الأموات سيخرجون من قبورهم في الرجعة الصغرى الذين محضوا الإيمان كي يضربوا النجفيين والكربلائيين على رؤوسهم ما هم من شيعة العترة الطاهرة إنهم شيعة البتريين شيعة البتريين إذهبوا إلى حسينياتهم وعرفوا من خلال الصور المعلقة في حسينياتهم وعرفوا هم من شيعة أي عجل من العجول البتريين والذي فلق الحبة الأمير يقسم والذي فلق الحبة وبرأ النسم كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور إشارة إلى أن القوم كفار لا يعتقدون بالرجعة إشارة واضحة وهذا هو موقف مراجع النجف وكربلاء عبر القرون إما أنهم يتأولون الرجعة وإما أنهم لا يفقهون شيئا من أسرارها وإما أنهم يعتقدون أن الرجعة هي التي تحدثت عنها الروايات بخصوص الرجعة الصغرى ويصدرون الفتاوى من أن الاعتقاد بها ليس ضروريا الذي لا يعتقد بها لا يكون قد حصل خلل في دينه وأهل محمد يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس منا أحاديث أهل البيت التي تذكر شرائط الإيمان أحد هذه الشرائط الإيمان بالرجعة برجعتهم الكلام هنا عن الرجعة الكبرى وإنما تأتي الرجعة الصغرى في حاشية الإيمان بالرجعة الكبرى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة يأسوا من الآخرة إنها الرجعة إنها الرجعة وإلا فإن هؤلاء يؤمنون بيوم القيامة مثلما يؤمنوا أتباع سقيفة بني ساعد فإن أتباع سقيفة بني طوس يؤمنون بالقيامة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار هؤلاء كفار لأنهم نقضوا بيعة الغدير والذي ينقض بيعة الغدير كافر مراجع النجف وكربلاء نقضوا بيعة الغدير على مستوى التفسير وعلى مستوى العقائد وعلى مستوى الفتاوى والأحكام على جميع المستويات الدينية والعقائدية والتشريعية يا عجبا يا عجبا كل العجب بين جماد ورجب فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تحجب منه قال ثكلت الآخر أمه إنه الآخر الذي لا يؤمن بالرجعة وأي عجب وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربونها مات الأحياء قال قال أن يكون ذلك يا أمير المؤمنين قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوف وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأس من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي من علماء الشيعة في القرن العاشر الهجري وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة الرابعة والثمانين بعد الستمئة إنه الحديث الثاني بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه العجب 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 كل العجب بين جماد ورجب فقام فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه فقال فقال ثكلتك أمك هناك فارق في الألفاظ وهو فارق يسير وأي عجب أعجب من أموات يضربون كل عدو لله ولرسوله ولأهل بيته إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة المضمون هو هو والكلمات هي مع اختلاف يسير إنما قرأت ذلك عليكم كي تعرفوا أن المضامين هذه تنتشر في كتب حديث العترة الطاهرة لا يحدثونكم بها أو أنهم حينما يتحدثون عنها لا يجيدون فهمها ولا يعرفون كيف يوضحون الأمور لكم لماذا لجهلهم بثقافة العترة الطاهرة ولبعدهم عن دين العترة الطاهرة هذه هي الحقيقة من الآخر قد يكون الكلام مستغربا عند البعض خصوصا الذين يسمعونني لأول مرة لأول مرة لكنهم لو تابعوا برامجي وطلعوا على الحقائق والوثائق التي هي بالمئات والمئات فإنهم حينئذ سيعرفون دقة مقصدي هذا هو كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاثة للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجر قمري قم المقدسة في صفحة التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة من حديث ينقله المفيد عن عبد الكريم الخثعمي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث وإذا آن قيامه إذا آن قيامه إذا صار قيام القائم قريباً ولهذا قلت لكم من أن رجباً الذي تحدث عنه أمير المؤمنين هو رجب العلامات يمكن أن يحدث البداء فيه كي يكون رجباً في السنة القادمة في سنة الظهور فهذه العلامة إما أن تقع في رجب العلامات في السنة التي تسبق ظهور الإمام أو في رجب في سنة الظهور وإذا آن قيامه وإذا آن قيامه مطر الناس أي أن المطر نزل عليهم مطر الناس جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطراً لم يرى الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم أين سيكون هذا في النجف في مقبرة النجف فهم سيخرجون من مقبرة النجف يتخللون سكك الكوفة كما قال أمير المؤمنين يضربون هامات الأحياء من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء عليهم صاحب جيش السفياني موجود هناك موجود هناك ولكن ذلك سيكون في وقت قادم بعد أن يرسل السفياني جيشه إلى العراق صاحبه سيحط رحله في رحبتكم في رحبة الكوفة في رحبة النجف ثم يصدر بيانه من أنه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم هذا يعني أن النجف ما فيها أحد من شيعة علي إلا أن يكون متخفيا أما هذه الغوغاء الكثيرة من الناس فهؤلاء ما هم من شيعة علي هؤلاء سيبحثون عن الذين يشكون فيه أنه من شيعة علي كي يقطع رأسه ولذا فإن الأموات من الذين محضوا الإيمان سيخرجون إليهم من قبورهم سيخرجون إليهم وإنهم لا يخرجون إليهم قبل ذلك بحسب هذه الروايات فإنهم يخرجون في الوقت الذي يعرف أمر السفياني في سوريا إلا إذا حدث البداء في شهر رجب سيكون ظهورهم في رجب في السنة الثانية وهذا الكلام إنما أقوله من خلال القرائن المتوفرة في الروايات والأحاديث وإذا آن قيامه مطر الناس جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا المتوفرة لم يرى الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم الإمام الصادق يقول فكأني فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهين الإمام يشير إلى الجهة التي كانت تسكن فيها قبيلة جهينة في الكوفة فالقبائل كانت كل قبيلة تأخذ منطقة خاصة بها الإمام يتحدث عن وقته عن أيام زمانه فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهين ينفضون شعورهم من التراب أي عجب أعجب من هذا ولكن لا عجب أن يكون ذلك في العراق فأهل العراق غدرت فجرة غدروا بالعترة الطاهرة وسيغدرون بإمام زماننا ولذا فإن علاجهم من نفس مقبرة النجف من هناك يخرج الذين محضوا الإيمان كي يضرب هامات النجفيين والكربلائيين كي يضرب هامات شيعة العراق الذين عبر التأريخ خذلوا الأئمة ولا زالوا يخذلونهم حقائق دين العترة واضحة واضحة جدا لا شأن لكم بي أنا لا قيمة لي أنا ناقل للحقائق عودوا إلى برامجي وتابعوا برامج خناة القمر ستعرفون الحقيقة الواضحة ستعرفون الفارق الكبير يا أيها الذين تقولون نحن شيعة ما بين دين العترة الطاهرة وما بين دين المؤسسة البترية المرجعية الطوسية فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب الحديث عن الكوفة الحديث عن الكوفة الحديث عن النجف نحن لا نستغرب هذا الراية الأهدى تأتي من اليمن عجب هذا إذن ماذا يفعل هؤلاء في النجف منذ سنة 448 للهجرة ماذا كانوا يفعلون ماذا يفعلون الراية الأهدى تأتي من اليمن والراية المهتدية تأتي من خراسان تأتي من إيران وشعة علي يفرون من النجف لأن رؤوسهم مطلوبة في النجف البتريون هم الذين يكونون في النجف إنهم مراجع التقليد الذين وصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه والناس الغوغاء أتباعهم دققوا النظر في هذه الصورة الراية الأهدى تأتي من اليمن الراية المهتدية تأتي من خراسان أشياء علي يفرون من النجف صاحب جيش السفياني يحط رحله في رحبتكم في رحبة النجف يخرجون لقتال إمام زماننا بقضهم وقضيضهم إنهم فقهاء النجف الروايات تقول لست أنا الذي أقول شيعة العراق يبايعون السفياني بحسب ما حدثنا إمامنا السجاد في الوقت الذي يدخل فيه إمامنا الحجة العراق ويصل إلى القادسية القادسية قريبة من النجف الإمام قريب من النجف وشيعة العراق يبايعون السفيانية في النجف الروايات هي التي تقول هل لهم من علاج إلا أن يخرج عليهم الأموات كي يضرب هاماتهم العفنة هاماتهم البترية النجسة وهذا هو الذي سيجري هذا هو الذي سيجري فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب الأئمة يرسمون لنا صورا قريبة جدا انتبهوا إلى كلمات إمامنا الصادق وهو يقول فكأني أنظروا إليهم هاهم وهاهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب وماذا نقرأ أيضا هذا هو الكتاب المعروف برجال النجاش اسمه الأصل فهرست النجاش لكن مراجع الشيعة زوروا عنوانه لأن الشيعة لا يملكون كتبا فيما يسمى بعلم الرجال فزوروا هذا الكتاب الذي هو فهرست لأسماء المؤلفين والكتب فسموه برجال النجاش وهو فهرست لا علاقة له بعلم الرجال لا من قريب ولا من بعيد لأن القرآن يرفض علم الرجال ولأن العترة الطاهرة ترفض علم الرجال مطلقا وهذه الحقائق بينتها في برامجي وفي الحلقات المختصة بعلم الرجال هذا الذي أسميه بعلم القنادر على أي حال الكتاب يعرف برجال النجاشي وإلا فإن اسمه الأصل فهرست النجاشي بحسب ما هو معروف رجال النجاشي هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة النجاشي هذا توفي سنة 450 للهجرة في صفحة الثانية بعد العاشرة هذه ترجمة أباني بن تغلب رقم الترجمة الرقم السابع أبان ابن تغلب من كبار أصحاب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إمامنا الباقر كان يقول له أجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعة مثلك لما وصل نعيه إلى إمامنا الصادق قال عنه أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان أبان هذا كوفي وليس من أهل المدينة لكن الإمام الباقرة كان يطلب منه إذا ما جاء من الكوفة إلى المدينة كان يطلب منه أن يكون في مسجد النبي وأن يتحدث للناس لأن الإمام يحب أن يرى الآخرون أشخاصا كأبان هذا في شيعة العترة الطاهرة هؤلاء حملة حديث أهل البيت الذي أريد أن أذكره هنا عن عبد الله ابن خفقة يقول قال لي أبان ابن تغلب مررت بقوم يعبون على روايتي عن جعفر عليه السلام مثل ما يفعل البخاري لماذا لم ينقل حديثا واحدا عن الإمام الصادقي صلوات الله عليه وما ترك ابن زانية وما ترك سافلا سافلا إلا وروا عنه وروا عن أشخاص لا وجود له لماذا لأن الإمام الصادق ما كان يضبط الحديث مررت بقوم يعبون على روايتي عن جعفر عليه السلام قال فقلت كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله ابن خفق يقول هذه اللقطة التي أردت أن ألفت أنظاركم إليها لأن الكلام هذا في الكوفة فأبانوا من أهل الكوفة قال فمر صبيان وهم ينشدون ينشدون نشيدا صبيانيا فمر صبيان وهم ينشدون العجب العجب كل العجب بين جماد ورجب أمير المؤمنين والأئمة لكثرة ما تحدثوا عن هذا الموضوع صار الأمر يعرفه حتى الصبيان جعلوه نشيدا ينشدونه وهم يلعبون في شوارع مدينة الكوفة فمر صبيان وهم ينشدون العجب كل العجب بين جماد ورجب عبد الله ابن خفق يقول فسألته عنه سأل أبان ابن تغلب ما هو هذا العجب فقال لقاء الأحياء بالأموات لقاء الأحياء بالأموات إنهم الأموات في مقبرة نجف يخرجون كي يضرب هامات الأحياء من النجفيين والكربلائيين ومن سائر أبناء المدن الشيعية العراقية الذين سيكونون في النجف وكربلاء هذه أحاديث العترة وهذه أحاديث أصحاب الأئمة هذه الرواية جميلة عن سليم ابن أبي حية قال كنت عند صادق صلوات الله عليه فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحب أن تزودني أحب أن تزودني أن تحدثني بحديثك أن تعرفني معرفة عالية أحب أن تزودني فقال ائتي أبانا ائتي أبانا ابن تغلب لأن سليم ابن أبي حية كان يزور الإمام الصادق في المدينة وهو راجع إلى الكوفة فقال عليك بأبان فقال ائتي أبانا ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك فروه عني هذه أحاديث العترة وهؤلاء كبار أصحابهم أمير المؤمنين غذى أهل الكوفة إلى الحد الذي الصبية يتراكضون في الأزقة وهم يرددون كلماته أنشودة أطفالية العجب كل العجب بين جماد ورجب فأين أنتم عن هذا يا شيعة النجفي ويا شيعة كربلاء أين أنتم عن هذا يا شيعة العراق هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل هذا هو الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة إنه الجزء الثالث من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة الثامنة والعشرين بعد المئة إنه الباب الرابع والثمانون باب ما يعاين المؤمن والكافر ما يعاين المؤمن والكافر في عالم البرزخ في عالم القبر بعد موته ما الذي سيراه المؤمن وما الذي سيراه الكافر الكليني يجمع الأحاديث في هذا الباب التي ترتبط بهذا العنوان سأذهب إلى الحديث الرابع في الصفحة الثلاثين بعد المئة بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئة فإذا وضع في قبره إذا وضع المؤمن الذي آمن بمحمد وآل محمد فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر وعن يمينه وعن يساره ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم هذه جنان برزخية جنان رضوى جنان برزخية في عالم البرزخ هناك جنان هي غير جنان الآخرة وهناك نيران هي غير نيران الآخرة آيات الكتاب تحدثت عن ذلك إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برنامج دليل المسافر هذا البرنامج موسوعة موسوعة ما بين مضامين الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة هذا البرنامج يغطي يغطي المحطات التي سنمر فيها من لحظة الاحتضار وإلى الجنة أو النار بحسب ما جاء في قرآن في قرآنهم المفسر بتفسيرهم أو في حديثهم المفهم بتفهيمهم فجنان آل محمد التي هي جنان رضوة هذه في عالم البرزخ ثم يزور آل محمد في جنان رضوة فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم الله هؤلاء الذين محضوا الإيمان فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا لبيك داعي الله مثل ما نقرأ في دعاء العهد الشريف وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية اللهم إنحال بيني وبينه بيني وبين مولاي صاحب الزمان اللهم إنحال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكح الناظري بنظرة مني إليه وعجل فرج وسهل مخرج وأوسع منهج واسلك بي محجة إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي لبيك داعي الله فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا إنها لقطهت لقطهت من الرجعة الصغرى تذكروا دائما أن الرجعة رجعتان هناك رجعة صغرى وهناك رجعة كبرى أعرف عقائدكم هذه هي العقائد التي تنجيكم لا تأخذوا عقائدكم من المعممين من معمميها النجف وكربلا وحق الزهراء هؤلاء لا يفقهون شيئا لا يفقهون شيئا لا تأخذوا عقائدكم ولا تأخذوا دينكم منهم هؤلاء جحوش يتبعون حميرا كبارهم امتطاهم الشيطان فصنع منهم حميرا وهم صنعوا منكم حميرا ديخيين ما أنا الذي أقول مراجعكم هم الذين يقولون أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان راحت قال لي أت على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبيرية قال توصل أطمئنم تركبهم يعني بش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارده واحد من الأعلى أكبر خمسة فهي لم نستعجب موش داها قلنا تركب يعني خلافة أغميشيني كما تقول خلافة أغميشين جميع تبقل أغميشين كان حالة أغميش ديخ بعربي أغميش والنس عبارده قلنا على أثقاء وقلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسم على أغميش تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ ومش لا معلم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة الجزء الثاني من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية والعياشي كان معاصرا للكلين لا نعرف سنة وفاته بالضبط وبالدقة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين إنه الحديث التسعون عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة بحسب الموجود في هذه الطبعة وقد قرأت هذا الحديث عليكم في تفاصيل مكة وأحداثها حينما حدثتكم عن مكة وأحداثها قرأت هذا الحديث هناك لكن النسخ القديم فإن كلمة الكوفة هي التي وردت في الرواية وهو الأنسب وهو الأنسب إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكوفة وظهر الكوفة النجف إنها مقبرة النجف صحيح الموجود الآن في هذه النسخة استخرج من ظهر الكعبة لكن النسخ القديمة تقول استخرج من ظهر الكوفة ونقلت المصادر القديمة عن هذا الكتاب من أن الاستخراج يكون من ظهر الكوفة ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة فهل كان الاستخراج بحسب هذه الروايات فهل كان الاستخراج حينما أقول فهل كان باعتبار أن الحديث وقع في الماضي وإلا فإن الحدث بتفاصيله فعليا سيقع في المستقبل لكنني أتحدث عن الحديث عن الكلمات والألفاظ التي جاءت في الكتب في كتب المحدث فإن كان الاستخراج من الكعبة أو كان الاستخراج من الكوفة نحن هنا نتحدث عن لقطات من أجواء الرجعة الصغرى فهذه وقائع الرجعة الصغرى الواضح أن الاستخراج يكون من ظهر الكوفة وهذا بين جدا فإن فإن حوادث الرجعة الصغرى ستكون مركزة في النجف وكربلة في الكوفة وأجوائها لأن الفتن ستكون شديدة فالإمام سيقاتل شيعة العراق برجاله وبملائكته وبالجن الطيارة الذين معه وهم من أنصاره وبالأموات الذين سيضربون هامات الأحياء لأن شيعة العراق غدروا بدين العترة الطاهرة ولا زالوا مستمرين في غدرهم وهذه الحقائق واضحة بين بين أيديهم لكنهم لن يرتدعوا لن يرتدعوا إنهم يعشقون عجولهم يعشقون عجولهم ويحبون حمير الشيطان الذين اتخذوهم حميرا عندهم إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكوفة من ظهر الكعبة من ظهر الكوفة سبعة وعشرين رجلا خمسة عشر من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون وسبعة من أصحاب الكهف ويوشع وصي موسى ومؤمن آل فرعون وسلمان الفارسي وأبا دجانة العنصاري ومالك الأشتر وفي روايات ذكرت المقدادة أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل ما جاء في الروايات والأحاديث إنما هي لقطات سريعة ومضات خاطفة ونقرأ أيضا في دلائل الإمام للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الرابعة والثمانين بعد الأربعمائة إنه الحديث الرابع والثمانون بسنده عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول يكر مع القائم ثلاث عشرة امرأة قلت وما يصنع بهن قال يداوين الجرحة ويقمن على المرضى كما كان مع رسول الله هذا كلام واضح بأسلوب المدارات زمان رسول الله يختلف اختلافا كاملا عن زماننا فضلا عن زمان قائم آل محمد وهؤلاء النسوة بعد هذه القرون يبعثنا في الراجعة في الكرة كي يقمنا بنفس العمل الذي كنا يقمنا به في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نقرأ في الأحاديث وما عندنا كل المعطيات ما بين أيدينا جزء من المعطيات إنه الجزء الأول من تفسير العياش جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية في صفحة الرابعة والثمانين من حديث طويل رواه جابر الجعف عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الباقر يقول متحدثا عن قائم آل محمد وعن اجتماع أنصاره إنهم الأمة المعدودة القيادات ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأة هؤلاء النسوة من القيادات من الأمة المعدودة ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد بعد ذلك إمامنا الصادق يأتي بهذه الآية أينما تكون يأتي بكم الله جميعا فهذه الآية ناظرة إلى الأمة المعدودة مثل ما هو واضح في أحاديثهم التفسيرية المتكررة هذه الآية ناظرة إلى القيادات إلى الحكام إلى الولاة وهذا الحدث يقع قبل الظهور في مقدمات الظهور وإنما يبدأ الظهور بعد اجتماع هؤلاء في مكة فحينها تبدأ البيع فيهم خمسون امرأة من القيادات فالكلام سيكون مع هؤلاء النسوة الراجعات المكرورات يكر مع القائم ثلاث عشرة امرأة قلت وما يصنع بهن قال يداوين الجرح ويقمن على المرضى كما كان مع رسول الله هذا لا يعني أنه لا توجد نساء تقوم بهذا الدور هذا الدور موجود المؤسسات الطبية في كل أنحاء العالم تعتمد على العنصر النسائي وهذا أمر معروف لكننا لا نتحدث بهذا الاتجاه نحن نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم وكلامنا في مسار التغيير العظيم فلا يمكن أن تفهم هذه الروايات وهذه الأحاديث بهذه البساطة وبهذه السداجة قلت فسمه اللي فقال القنواء بنت رشيد إنه رشيد الهجري وأم أيمن هذه المرأة الصالحة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأم أيمن وحبابة الوالبية عنوان معروف في ثقافة العترة الطاهرة هذه المرأة معروفة بشديد علاقتها بالعترة الطاهرة وسمية أم عمار بن ياسر وزبيدة وأم خالد الأحمسية وأم سعيد الحنفية وصبانة وصبانة الماشطة وأم خالد الجهنية قطعا هذه لقطات محدودة لا تتوفر كل المعطيات بين أيدينا لكنها صور مقتضبة نستطيع من خلالها أن نتصور الذي يجري في وقائع وأحداث الرجعة الصغرى وفي المصدر نفسه نقرأ أيضا في الصفحة الرابعة والستين بعد الأربعمائة إنه الحديث الحادي والخمسون بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام الصادق يقول للمفضل يا مفضل أنت وأربعة وأربعون رجلا تحشرون مع القائم أنت على يمين القائم تأمر وتنهى والناس إذاك أطوع لك منهم اليوم لماذا يقول إمامنا الصادق للمفضل هذه الكلمة والناس إذاك أطوع لك منهم اليوم المفضل لم يكن حاكما لم يكن أميرا الإمام الإمام الصادق يشير إلى أمر كان واضحا في حياة المفضل المفضل كان وكيلا للأئمة في الكوفة لكن كبار الشيعة كانوا يحسدونه وقد قالوا ما قالوا عنه ولذا فإن الإمام الصادق يشير إلى هذه الجهة والناس إذاك أطوع لك منهم اليوم إنه يتحدث عن الشيعة يا مفضل أنت وأربعة وأربعون رجلا تحشرون مع القائم أنت على يمين القائم تأمر وتنهى والناس إذاك أطوع لك منهم اليوم ونقرأ في المصدر نفسه في صفحة السبعين بعد الأربع مئة إنه الحديث الخامس والستون بسنده عن عمر ابن شمر وهذا معروف من أصحاب جابر الجعفي ويروي عنه كثيرا بغض النظر ماذا قال الرجاليون عنه وماذا قال الرجاليون السفلة عن جابر لأن الأئمة قالوا لنا من أن الذي يستهزئ بجابر ويستهزئ بتفسيره فهو من السفلة وإن النجاشي الذي قرأت عليكم من كتابه قبل قليل يستهزئ بجابر ويستهزئ بتفسيره وينكر تفسيره بالكامل فهو من أسفل أسفل السفلة بحسب موازين العترة الطاهرة أما علماء الشيعة فإنهم يستنبطون عقائدهم وأحكامهم وفقا للتقييمات الرجالية للنجاشي يأخذون دينهم من أسفل أسفل السفلة والله هذه الحقائق ولا يوجد غيرها لو كان يوجد غيرها شيء آخر لجئتكم به عن عمر بن شمر قال قلت لجابر إذا قام قائم آل محمد كيف السلام عليه قال إنك إذا أدركته ولن تدركه إلا أن تكون مكرورة لأن جابر الجحف كان يحرف من أن عصر الظهور ليس قريبا في زمانه فها هو يقول لعمر بن شمر إنك إذا أدركته ولن تدركه إلا أن تكون مكرورا أن تعود في الكرة أن تعود في الرجعة إلا أن تكون مكرورا فستراني إلى جنبه إلى جنب القائم راكبا على فرس لي ذنوب الفرس الذنوب الذي يكون ذيله طويلا كثيفا كثيف الشعر كفرس زهير بن القين تقرؤون وتسمعون في المقتل فخرج زهير بن القين على فرس له ذنوب الفرس الذنوب الذي يكون ذيله طويلا وكثيف الشعر فستراني إلى جنبه راكبا على فرس لي ذنوب أغار محجل محجل أي أن بياضا يكون في أرجل الفرس عند الحوافر فيكون لون الفرس لونا داكنا أما أرجلها تكون محجلة كأنها تلبس الحجل على فرس لي ذنوب أغار أغار هناك بياض في جبهته في جبهة الفرس محجل من هنا يأتي في وصف أمير المؤمنين من أنه قائد الغر المحجلين الغر المحجلون هم الشيعة الذين يمرون على الصراط والأنوار تصطع من جباههم ومن أقدامهم ولذا ينطلقون على الصراط انطلاقا سريعا فعلي هو قائدهم قائد الغر المحجلين الذين تصطع الأنوار من جباههم ومن أقدامهم محجل بياض في أقدام الفرس مطلق يد اليمنى مطلق يد اليمنى الخيل العربية الأصيلة الأصيلة إذا ما كانت محجلة فإن تحجيلها يكون في ثلاث أرجل وليس في كل أرجل الفرس الرجل الرابعة تكون مطلقة ليست محجلة إنه يتحدث عن وصف فرس أصيل هذا المعنى يعرفه العرب جابر الجعفي يتحدث عن وسيلة نقلية عن أجهزة عن تقنيات تكون في أرقى ما يمكن أن تكون فهذه الأوصاف أوصاف أرقى الخيول على فرس لي ذنوب أغار محجل مطلق يد اليمنى الرجل الأمامية التي هي في الجانب الأيمن ليست محجلة وباقي أرجل الفرس فهي محجلة علي عمامة لي من عصب اليمن نوع قماش ونسيج ينسج في اليمن في تلك الأزمنة فأنا أول من يسلم عليه من يسلم عليه من المكرورين وإلا فإن أول من يسلم عليه في البيعة جبرائيل الروايات هكذا حدثتنا ولكن الكلام هنا عن المكرورين عمر بن شمر قلت لجابر إذا قام قائم آل محمد كيف السلام عليه قال إنك إذا أدركته ولن تدركه إلا أن تكون مكرورا فستراني إلى جنبه راكبا على فرس لي ذنوب أغر محجل مطلق يد اليمنى علي عمامة لي من عصب اليمن فأنا أول ما يسلم عليه نذهب إلى فاصل وفي رجال الكشي الكتاب المعروف بهذا العنوان إنني أقرأ عليكم من طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي الفين واربع ميلادي الطبعة الرابعة طهران إيران في صفحة مئتين وسبعة عش إنه الحديث الحادي والتسعون بعد الثلاثمئة بسنده عن أبي خديجة الجمال شخصية شيعية معروفة أتحدث عن أبي خديجة الجمال عن أبي خديجة الجمال قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إني سألت الله في إسماعيل إسماعيل ولده إسماعيل الذي تنتسب إليه الفرقة الإسماعيلية زورا وكذبا وبهتانا وقد توفي في حياة أبيه صلوات الله عليه في حياة أبيه الصادق أبو خديجة الجمال يقول من أنه سمع الصادق صلوات الله عليه هكذا يتكلم إني سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى ولكنه قد أعطاني فيه منزلة أخرى إنه يكون أول منشور في عشرة من أصحابه في الكرة مع قائم آل محمد إنه يكون أول منشور في عشرة من أصحابه ومنهم عبد الله ابن شريك وهو صاحب لوائه فهذا قائد من قادة المكرورين إنه إسماعيل ابن إمامنا الصادق وحامل لواء القوة التي معه هو عبد الله ابن شريك العامري هذا هو العامري من أصحاب أئمتنا شخصية شيعية مرموقة الحديث التسعون بعد الثلاثمئة عن علي بن المغيرة عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه كأني كأني بعبد الله ابن شريك العامري عليه عمامة سوداء العمامة السوداء ليست خاصة بالهاشميين كما يضحكون علينا الآن العمامة الرسمية لرسول الله هي العمامة البيضاء كان يلبس العمامة البيضاء والسوداء ويلبس العمائم بالألوان المختلفة لكن العمامة الرسمية لرسول الله إنها عمامة النبوة هي العمامة البيضاء أما هذه العمامة السوداء هذه جاءنا بها الشريف الرضي والشريف المرتضى حينما اشتغل موظفين عند العباسيين ولبس ملابس العباسيين والعباسيون كانوا يلبسون السوات من هنا جاءت العمامة السوداء للهاشميين إنها عمامة عباسية وهذه الطريقة التي تشد بها العمائم هذه طريقة العباسيين هذه عمائم هارون هارون العباسي ما هي بعمائم أهل البيت مضحوك علينا في كل شيء مسخرة نحن مسخرة يضحكون علينا يقولون لنا من أن الهاشميين يلبسون العمائم السوداء حزنا على الحسين كلام كذب لا حقيقة له هذه عمائم العباسيين التي لبسها مرجع الشيعة في زمانه الشريف المرتضى وسار الشيعة على هذا كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفي هذه عمائم أهل البيت لها ذؤابتان أما هذه العمائم التي ليس لها ذؤابتان هذه عمائم العباسيين التي وصفت في أحاديثنا بأنها عمائم إبليس كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل في لحف الجبل في جانب الجبل يعطون معنى لهذه الكلمة لكنني لا أقبله حقيقة لحف الجبل هو جانبه كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكرون مكرون في القتال يكرون بعكس الفرار مكرون ومكرورون المكرورون الذين رجعوا في الرجعة الباقر يقول لحظوا الدقة في التفاصيل التي ينقلها لنا إمامنا الباقر حينما يقول كأني إنه يرى إنه يرى الإمام يتساوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل كأني إنه يراه كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفي مصعدا متجها في لحف الجبل في منطقة جبلية في جانب الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكرون ومكرورون هؤلاء لضرب هامات النجفيين والكربلائيين مرت علينا الروايات والأحاديث عن مكة والمدينة فلم يكن هناك من حديث عن الرجعة الصغرى بهذه التفاصيل مرة شيء يرتبط بأبي بكر وعمار مرة شيء يسير من شؤون الرجعة الصغرى لكنها تترسخ وتتأكد وتتركز في بلاد الرافدين ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في الصفحة الثانية بعد الأربع مئة إنه الحديث الحادي والخمسون بعد السبعمائة بسنده عن أبي عبد الله البرق رفعه رفع السند رفع الحديث إلى راو يروي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه نظر أبو عبد الله الصادق صلوات وسلام عليه نظر أبو عبد الله إلى داوود الرقي وقد ول ذهب من المكان وداود الرقي من أصحاب أئمتنا ومن خواص إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نظر أبو عبد الله إلى داوود الرقي وقد ول فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم فلينظر إلى هذا لأنه سيكون مكرورا سيكون راجعا ألا تلاحظون أن موضوع الرجعة كان الأئمة يجعلونه موضوعا حاضرا ويضربون الأمثلة وينقلون الصور الواضحة وهم في زمان تقية شديدة فلماذا هؤلاء الثولان أتحدث عن آيات الشيطان العظمى لا شأن لهم بعقيدة الرجعة وبفكر أهل البيت وبثقافة وبثقافة العترة رسول الله أمرنا أمرني وأمركم أن نتمسك بالكتاب والعترة وأعطانا ضمانا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا فأين هذا التمسك وأنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة لا تفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة كل الذي عندكم من هراء البتريين والطوسيين سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة لقد ضللوا أجدادنا وآباءنا ضللوا أسلافنا ونحن ورثنا الضلال من آبائنا وأجدادنا أسرعوا أسرعوا وأنصفوا أنفسكم إذا كنتم لا تعبؤون بأنفسكم لماذا تشتركون في تضليل الأجيال القادمة لماذا تحملون الضلال إلى الأجيال القادمة نظفوا أنفسكم من ضلال مراجع النجف وكربلاء خلصوا أنفسكم من قذارات الحوزة الطوسية البترية وعودوا إلى دين أئمتكم إلى أحضان العترة الطاهرة لا شأن لكم بي انتفعوا من برامجي لأنني واسطة نقل فقط لا أريد منكم شيئا هذا هو تكليف الشرع أقوم به ولا أطلب من أحد شيئا لا أطلب جزاء ولا أطلب شكرا ولا أطلب ثناء ولا أريد شيئا مطلقا إذا كان لي من شكر فإنني أقدمه تحت تراب حوافر جواد صاحب الأمر نذهب إلى فاصل أعتقد أن صورة باتت واضحة فيما فيما يرتبط بموضوع الرجعة الصغرى فهذه الأمثلة والنماذج تقرب لنا الفكرة بنحو واضح وأكيد وفي الوقت نفسه تخبرنا من أن الأئمة كانوا يريدون من شيعتهم أن يعيشوا مع هذه العقيدة وأن يتعايشوا معها إنني ما قرأت كل الأحاديث وفي الوقت نفسه فإن الأحاديث كلها ما وصلت إلينا تفسير جابر الجعفي أكثره في موضوع الرجعة ما وصل إلينا من هذا التفسير إلا نزر وأقل من النزر هناك من ضيعه ضيعوا أحاديث العترة الطاهرة وأنا لا أتهم أحدا من أتباع سقيفة بني ساعدة كل الاتهام أوجهه إلى أتباع سقيفة بني طوسي أتباع سقيفة بني ساعدة لم يضيعوا حديث أهل البيت لأنهم أساسا لا يفقهونه ولا يعرفونه ولا يتمكنون من تضيعه لكن المشكلة في أتباع سقيفة بني طوسي هم الذين دمروا حديث أهل البيت في الأزمنة التي كان بإمكانهم أن يدمروا الكتب وأن يقوموا بإتلافها فقد فعلوا وفي زماننا لا يستطيعون أن يفعلوا هذا فقد دمروا الأحاديثة عبر ما يسمى بعلم الرجال هكذا جرت الأمور في السابق ولا زالت تجري بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة لم يبقى من بانوراما الظهور إلا عنوان واحد إذا ما اكتمل الحديث فيه فإن البانوراما تكون قد اكتملت بقي عندنا عنوان واحد وقت الحلقة يجري سريعا قطعا ما بقي من الوقت لن يكفي لتناول هذا الموضوع هذا الموضوع يحتاج اكثر من حلقة العنوان العنوان المتبقي من عناوين فانوراما الظهور نهاية مرحلة الظهور الأيام أيام الله أيام محمد وآل محمد ثلاثة اليوم الأول يوم القائم واليوم الثاني يوم الرجعة الكبرى واليوم الثالث يوم القيامة الكبرى لا حديث لنا عن اليومين الثاني والثالث حديثنا عن اليوم الأول ومنذ أن بدأت هذه الحلقات فإنني بدأت متسلسلا في العناوين والمطالب وهأني قد وصلت إلى العنوان الأخير من عناوين بانوراما الظهور المهدوي نهاية مرحلة الظهور مرحلة الظهور إذا منتهت فإن اليوم الثاني سيبدأ ولذا فإن حالة برزخية تكون رابطة ما بين اليوم الأول واليوم الثاني والأمر هو هو فإن حالة برزخية تكون رابطة ما بين اليوم الثاني واليوم الثالث ففي نهاية اليوم الثاني حينما يرتفع محمد وآل محمد من الأرض في نهاية عصر الرجعة العظيمة وتنتهي الدولة المحمدية العظمى وتبدأ المقدمات لأشراط الساعة ما يسمى بأشراط الساعة أو ما يسمى بعلامات الساعة تمثل مرحلة برزخية للانتقال من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث الأمر هو هو بالنسبة لليوم الأول الذي هو يوم القائم مرحلة الظهور المهدوي فهناك منزلة برزخية لذا فإن سيد الشهداء سيرجع في أواخر العصر القائمي من هنا تبدأ المرحلة البرزخية كي تكون عملية الانتقال من اليوم الأول إلى اليوم الثاني سهلة بالنسبة للناس نهاية مرحلة الظهور هناك ثلاثة عنوين لا بد أن أقف عندها العنوان الأول وفاة إمام زماننا والعنوان الثاني المهديون الاثنى عشر والعنوان الثالث رجعة سيد الشهداء هذه العناوين ترتبط مع بعضها كي تشكل لنا نهاية اليوم الأول نهاية مرحلة الظهور المهدوي إذن وصلنا إلى العنوان الأخير نهاية مرحلة الظهور وهذا العنوان يشتمل على عنوين فرعية وفاة قائم آل محمد المهديون الاثنى عشر رجعة سيد الشهداء رجعة الحسين الوقت المتبقي لا يكفي كي أتوغل في هذه المطالب وإنما سأحدثكم بحسب ما يسنح به الوقت هذه العناوين مهمة جدا هذه العناوين تخبط فيها المتخبطون لكنني سأضعها واضحة جلية بين أيديكم بتوفيق منهم صلوات الله عليه هذا ما أحسبه وما أظنه والتوفيق بيد صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه إذن العنوان الفرعي الأول وفات قائم آل محمد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحسب خبر ورد في بعض الكتب من أنه سيقتل أقرأ الخبر عليكم وتأتينا التفاصيل وأتمنى أن تصبروا علي حتى تعرفوا المضامين والحقائق جلية فإذا تمت السبعون مطبوع هنا السنة يفترض فإذا تمت السبعون سنة أتى الحجة الموت فتقتله امرأة من بني تميم اسمها سعيدة ولها لحية كلحية الرجل بجاون صخر من فوق سطح وهو متجاوز في الطريق فإذا مات تولى تجهيزه الحسين ثم يقوم بالأمر هذا الكلام قرأته عليكم من الجزء الثاني من كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث علي اليزدي الحائري المتوفى سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثلاثين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مطبعة النعمان بيروت لبنان هذه الطبعة طبعة سنة ألف وتسعمية واحد وسبعين وهي قد طبعت في النجف في أول ما طبعت في ذلك التأريخ في مطابع دار النعمان في النجف بعد ذلك أعيد طبعها في مطبعة النعمان في بيروت لبنان هناك طبعة جديدة للكتاب نفسه إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان ألفين واثنين ميلاد وهي الطبعة الأولى هذا النص جاء مختلفا في هذه الطبعة في الطبعة المتقدمة فإن المرأة سعيدة هذه ستلقي بجاون صخر على الإمام ولكن الموجود في طبعة مؤسسة الأعلم من أنها ستلقي بهاون صخر وفارق بين الجاون والهاون ربما أن الذين أشرفوا على طباعة هذا الكتاب لم يكونوا قد عرفوا معنى الجاون فوضعوا مكانه الهاون الهاون وعاء قد يكون من الخشب وقد يكون من النحاس وقد يكون من الصخر تدق فيه الأشياء عادة يستعمل في البيوت ربات البيوت يستعملنه لدق المواد التي يحتاجها الناس في طبخ طعامهم أو ربما في صناعة بعض الأدوية أو في صناعة أمور تحتاجها النساء في زينتها أتحدث عن قديم الأيام وليس عن أيامنا يوجد الهاون في أيامنا لكنه لا يستعمل كثيرا هو موجود عند العطارين أيضا وعند أصحاب الحرف والصناعات وعاء قد يكون خشبيا قد يكون صخريا قد يكون نحاسيا حديديا وله مدق تدق الأشياء في داخله الجاون يكون أكبر منه قد يصنع من الخشب ويصنع من جذوع الأشجار وقد يصنع من الصخر أيضا هو أكبر حجما من الهاون وله مدقة كبيرة بالنتيجة لا يوجد فارق كبير في معنى الهاون والجاون لكن الموجودة في النسخة الأولى في النسخة القديمة الجاون وأعتقد أن الذين أشرفوا على طباعة الكتاب لم يعرفوا معنى الجاون فاستبدلوا الجاون بالهاون هكذا جاء ولها لحية إنها سعيدة التميمية ولها لحية كلحية الرجل تقتل الإمام بهاون صخر من فوق السطح وهو متجاوز في الطريق هذا الكلام الذي أورده مؤلف الكتاب هكذا قال في صفحة السادسة والستين بعد المئة تحت عنوان فاكهة مثل ما نقول فصل استعمل هذا التبويب فقال فاكهة ملخص الاعتقاد في الغيبة والظهور ورجعة الأئمة لبعض العلماء فنقل هذا الكلام عن بعض العلماء لم يصرح بأسمائه لم يصرح بإسمه بإسم هذا العالم هناك من يعتقد بأن المؤلف نقل عن السيد محمود بن فتح الله الكاظمي والذي ذكره صاحب الذريعة أخب زرك الطهراني في الجزء الثاني إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا بوزرق الطهراني وهذه طبعة دار الأضواء بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والتسعين بعد المئة إنه الرقم السادس والثلاثون بعد السبعمائة كتاب عنوانه أصول الدين للسيد محمود بن فتح الله الكاظمي مؤلفي تفريج الكربة في إثبات الرجعة هناك من يقول من أن الكلام نقل من هذا الكتاب في الحقيقة إنني لم أطلع على هذا الكتاب ولكن هناك من نقل عنه وبغض النظر أكان هذا الكلام دقيقا أم لم يكن فإن الخبر الذي قرأته عليكم لا نعرف مصدره العاصل من أين جاء به ولا نعرف عن أي من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد نقل هذا الخبر لكن الصياغة أتحدث عن مضمونها لا عن ألفاظها أتحدث عن الصياغة فإنه تشعر بأن المضمونة قد ورد عنهم صلوات الله عليهم على سبيل الاحتمال لأنه ليس منطقيا أن يأتي عالم شيعي خطيب شيعي كاتب شيعي كي يرسم هذه الصورة لمقتل إمام زماننا إذن هو خبر نحن لا نعرف مصدره ولا نعرف من رواه ولا نعرف عن أي من المعصومين قد نقل هذا الخبر لكن المضمونة يشعر بأن المعلومة هذه لم يصنعها عالم شيعي من عند نفسه مستبعد هذا هذه معلومة تأتي في سياق الأحاديث في سياق الأخبار فما هو موقفنا منها نحن لا نعلم الغيب هذا خبر يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا عندنا ميزان هذا الميزان أخذناه من العترة الطاهرة في تقييم الأخبار والأحاديث هذا الميزان تبينه لنا الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا القرآن يقول لنا لا تنظروا إلى السند انظروا إلى المتن انظروا إلى الخبر لأن القرآن هكذا يقول لنا إذا جاءكم فاسق وهذا التفسيق من الله هذا فاسق حقيقي ليس فاسقا بحسب ظنون الناس أو بحسب اتهاماتهم هذا فاسق الله يصفه بأنه فاسق فإذا جاءكم فاسق حقيقي بنبأ فلا ترد خبره وتقول من أن الخبر جاءنا به فاسق لا علاقة لنا بالذين ينقلون لنا أكانوا فاسقين أم لم يكونوا علينا أن نتبين مضامين الأخبار لأن الآية تريد مننا أن نحصل على علم ولذا فإن الآية ليس فيها من منطوق يقول لنا أرفضوا خبر الفاسق هذا لا يوجد في منطوقها ولا يوجد فيها مفهوم يقول لنا فإن الثقة خذوا بخبره لا يوجد هذا المفهوم اقرأوا الآية بدقة وأكملوها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعبأوا بمن جاءكم بالخبر وإنما تأكدوا من الخبر نفسه فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة عليكم أن تحصلوا العلم فإن العلم يمكننا أن نحصله من أخبار الفاسقين ومن أخبار غير الفاسقين وربما نحصل العلم من أخبار الفاسقين ولا نحصل العلم من أخبار غير الفاسقين لأنهم لم يكونوا دقيقين في النقل لم يكونوا متأكدين من المعلومات التي نقلوها لا شأن لنا بناقل الخبر أكان فاسقا أم لم يكن علينا أن ننظر إلى الخبر نفسه وعلينا أن نتبينه أن نتحقق من مضمونه بدرجة يتحقق عندنا علم بمضمون الخبر ومن هنا فلا يوجد منطوق في الآية من أن الفاسق نرفض خبره لا يوجد هذا المنطوق ولا يوجد مفهوم من أن الثقة نأخذ بأخباره كل هذا هراء من هراء الطوسيين الآية واضحة من أنكم لا تعبأوا بناقل الخبر وإن معبأوا بالخبر نفسه تبينوه حتى يتحقق عندكم العلم إذا كان للآية من مفهوم فإن الأخبار التي لا تحقق علما أرفضها هذا هو مفهوم الآية ولا يوجد مفهوم في الآية من أن ثقة نأخذ بأخباره أعتقد أن الأمر واضح واضح لكن الذين يدرسون في النجف وكربلاء لا بصيرة عنده ولا فهم عنده ولا فخه عنده الآية واضحة منطوق الآية لا تعبأوا بمن نقل لكم الخبر وإنما تأكدوا من الخبر نفسه بمستوى يحقق لكم علما هذا هو منطوق الآية أما مفهومها إذا كانت الأخبار التي تأكدتم منها لا تحقق علما لكم فارفضوها هذا هو منطوق الآية وهذا هو مفهومها وهذا يمثل رفضا مطلقا لمنظومة حوزة النجفي وكربلاء الطوسية من أولها إلى آخرها لأنها لا تعمل بهذا الميزان أقرأ عليكم من الكافي إنه الجزء الأول من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والثمانين إنه باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الثاني عبد الله بن أبي يعفور من رجالات الشيعة المعروفين يسأل الإمام الصادق هو يقول سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به الأحاديث تأتينا من ثقات ومن غير ثقات قال إذا ورد عليكم حديث بغض النظر عن الشخص الذي نقله إذا ورد عليكم حديث ما قال إذا ورد عليكم رجل وحدثكم بحديث إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فاخذوا به وإلا فالذي جاءكم به أو لا به أكان ثقة أم لم يكن هذا هو منهج أهل البيت وهو منهج رافض لعلم الرجال بل آيات القرآن تحرم العمل بعلم الرجال أنا لا أتحدث عن الأمور الاجتماعية وتوثيق الناس في شؤونهم الحياتية اليومية أنا أتحدث عن الدين والعقيدة حرام حرام أن يستعمل علم الرجال في استنباط العقائد واستنباط الأحكام واستنباط التفسير حرام حرام لأن هذا يدمر الدين من أوله إلى آخره فمنطق القرآن هو هذا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ لا تردوا خبرة فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالته عليكم أن تبحثوا عن العلم فخبر الفاسق يمكن أن يولد علما إذا ولد علما فخذوا به إذا لم يولد علما فلا تأخذوا به وكذلك خبر الثقة هذه أكذوبة أننا نتعبد بأخبار الثقات أكذوبة هذه الأحاديث الأحاديث التي وردت عن الأئمة تأمرنا بأن نعمل بأحاديث الثقات الثقات الذين في زمانهم الذين وثقهم الأئمة لا أن نأخذ هذا الكلام ونطبقه بحسب قياساتنا ماذا الهراء عندنا مجموعة من الأحاديث عن المعصومين صلوات الله عليه تأمرنا أن نعمل بأخبار الثقات الذين وثقهم هم الخوئي لا يعرف حقيقة وكلائه بل لا يعرف ماذا يفعل أبناؤه في بيته فكيف يوثق لنا أناسا عاشوا قبله بقرون وقرون في القرن الأول للهجر وهو يعيش في القرن الرابع عشر وأدرك جزءا من القرن الخامس عشر الخوئي وغيره الخوئي أخذته مثالا المنهج واضح منهج القرآن واضح ومنهج العترة واضح وما جاء في سورة الحجرات في الآية السادسة بعد البسملة وما جاء هنا في حديث الكافي منبع واحد حقيقة واحدة منهج واحد سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به وإلا فالذي جاءكم به أولى به أكان ثقة أم لم يكن ديننا دين العلم الأحاديث التي نقبلها لا بد أن توفر لنا علما إذا لم تحقق لنا علما أتحدث عن علم ديني عن علم عقائدي فإن الأحاديث لا قيمة لها هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة وقت الحلقة انتهى تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم دعا جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر